ملاك بدي اسألك بسؤال حلقتنا لليوم. شاركينا شو رأيك? اه طبعا. طبعا هلأ فكرة سؤال حلقتنا انه التهادي او تبادل الهدايا عبئ او محبة. يعني هل بيقدموا تقدم الهدايا بالقدر المادي لتلقتيها او بحسب المقدرة المالية لشخص. لانه بنلاحظ مسلا فيه اشخاص بتلقوا هدايا بممكن تكون سعر مية متين شاكل. طفا. ما بقدر يردها الا بنفس السعر. اه. وهون احنا كأنه فقدنا المحبة يعني انت لما بزيك تزوري الشخص بتزوري بدافع المحبة. لما حدا بده يمراد. لك تزوري بدافع الاطمئنان. فهل بتصير الهدية بهيك حالة عبئ برؤيك او هي محبة? اه. هادي الايام اتصور انه الهدية صارت عبئ. يعني انا صرت اختصر اني انا ما ازوريك لاني انا بعرف انك انت بديك هدية بقيمة كذا شكل او انا ما معي هذا المبلغ مسلا. اه. انه الهدية بالنسبة الي انا. اذا انت اجيتي تزوريني. اجبتيني معاك علبة علي بابا عشر حشيكل. نقعد عليها انا وياك انا بكل ما نظل مبسوطين. بتعملينا قهوة. ومع القهوة. بس زابد هذا الاشي رائع بالنسبة الي. يفوق اه. هدية بقيمة الف شيكل. اه. المحبة والتزاور هذا كان موجود اه. على زمن الرسول صلى الله وسلم. صلى الله عليه وسلم. اه. وحث عليه الرسول صلى الله وسلم. صحيح. العلاقات والرحاء والصلاة الرحم وما الى ذلك. ما الهدية ما بتوقف في الموضوع. الانسان المتفهم الواعي ما بتطلع على الهدية بقيمتها. يعني انا جيد ازورك بكفي اجيب معي وردة. انا دليل اني انا ايش. اهتميت وزورتيني. بالزبط. بكفي السؤال. انا بالنسبة الي كل ما احكي لحدا انه بكفي السؤال. والله يعني جدا بجبرة خاطر. اه. طاقة ايجابية. اه. بخلي الانسان. اه. حاسس انه في ناس بتحب في ناس داعمته. فيه سند له. شو ما كان. هل بتشعري بالصيف ممكن صارت عبئ لانه. اه. مسلا بتسمعي ناس. اه. ناجحين توجيهي. اعراس. العيد. العديات. هل صارت فعلا توصل لمرحلة ممكن تكون عبئ? اه. عبئ هي هاي الايام جدا عبئ. عبئ سيء جدا. يعني ريت الكل بيفكر بطريقتك يعني انه. انا مش ضروري اجيب الهدية بمية ومتين شيكل. لو اجتني هدية زي ما قلتي وردة. اه بسكوتة. انه المهم الشخص اهتم في زارني. اكفي السؤال. صحيح. بالنسبة لي يعني لما على عيد ميلادي انا كيفين تحكي لي كل عام وانت بخير ملاك. انتي متذكرة عيد ميلادي واو. معناها انا بالنسبة لك ايش ايش. ايش ايش. ايش مش طبيعي. انا مهتم فيك صحيح. فخلص. لما اجي ازورك بكف انك انت دخلت بيتي يعني. ريت احنا عمزة تمسخ هالثقافة. اه. لانه اه. فعليا في ناس اقول لك لا انا اخدت له بمية جاب لي بتعشرة. اه. هذا الانسان ما بيسوى لانه هديته ما بيسوى. صحيح. وانه الانسان بيقدم اهدية بت اه انه بيحكوا الهدية بحسب قيمة الشخص. بالزبط. هذا المفهوم خاطئ جدا. من الاسف ترستخي كتير. في ناس كتير بتعمل خلال هذا المفهوم. بس. ممكن ناس ما تزورك. يعني انتي شابوا لك بمية خدت لهم بعشرة. لك خلص زقطع علاقتي فيها. هاي. ما قدرتني. زرتها وردت لي الزيارة. فانتهت العلاقة بينها. هذا المفهوم. اه. مع انه مش عارفها. مش من زمان كتير يعني. كانوا يسألوا الانسان المريض. الانسان المتزوج. الانسان. شو نقصك في البيت. عشان جيب لكي هدية. وكانت علبة سيلفانا. اذا كنز. خصوصا الملونات نجمعهم اشياء هيكة. صحيح. حتى يعني ممكن انك تهدي شخص هدية غالي كتير وما تعيش بو. يقول لك لجا بك يعني شو حاجتي لها. نخليها ملفوفة بنعمل خطها هدية. نستثمرها وبنشوف المحل ممكن نبيع على المحل. محل ببيع متل هاي الهدايا.